السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا رب تكونوا بخير. النهاردة بازن الله جماعة بنصور ده وتصلاح بتاعتنا. آآ النهاردة طبعا زي ما انتا عارفين. النهاردة عمرهم واحد وارشتين يوم. طبعا كلكم جايبين وعارفين. آآ يعني النهاردة عمرها قدية. بس قبل ندخل الفيديو يا رب كلكم تعملوا لايك بالفيديو. والليس بيشوف قناة الاول مرة يا رب يعمل الاشتراك للقناة. ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. تعالوا يلا جماعة نشوف هنعمل النهاردة في الحلقة بتاعتني ايه. آآ طبعا يا جماعة يعني انا يمكن باليومان ما صورتهم نكوشي. آآ بس معلش والله جماعة ده يمكن كانت في ظروف وكان غزب عني ان انا ما صورتهم نكوشي. بس ان شاء الله يعني آآ الحمد لله هنصورهم النهاردة. وهقول لكم بازن الله هنعمل آآ آآ اليوم اللي انا ما صورتش فيها يا جماعة يمكن انت تعرفها على طول ان انا بقرر نفس الوصفة اللي انا عملتها لكم آآ قبل كده. يعني انا بقول لكم الوصفة اللي انا بعملها بنعملها مرتينة في الاسبوع. في اليوم اللي انا ما صورتش فيه يمكن انا بقرر الوصفة آآ لتاني مرة. آآ نهاردة بازن الله جماعة هنعمل ايه بقى في العلب بتاعنا اللي هو الفراخ بتاعتني هنعمل آآ نقشر بقى البصل والطوم واللمون زي ما انا قلت لكم. آآ انا عاملها جماعة. آآ انا فرما بصل والطوم واللمون هوت زي ما انتم شايفين دي كمية كبيرة طبعا مش هخطها الفراخ كلتها. انا عاملة ديت الانفراخ البيضة والفراخ الاساسو. يعني انا هاسم الكمية ديت للفراخ الاثنينة. هنا وفوق. فإحنا ان شاء الله مش هنحط الكمية دي للفراخ. علشان متبقاش كترة علفة. آآ النهاردة طبعا نجوم الواحد وعشرين. يعني معنى كده النهاردة اللي احنا غيرنا العلف بتاعنا. ها هو يا جماعة. احنا غيرنا من بادي لنامي. يعني ده العلف ده نامي. اللي انتم شايفينه دي. آآ طبعا آآ هقول لكم انا عملت النهاردة. اللي توم والبصل واللمون لهم. على ده نفس النوع يا جماعة عشان نحط الشغيق يعني فكر بانا غيرت العلف النوع تاني. ده نفس النوع اللي انا ماشي عليه من اول الدورة. ده العيناني. انا قلتلك يا جماعة ما ترتبطوش باسمه معي. آآ لان فيه ناس بتقول انت بتستعمل علف اه? انا قلتلك يا جماعة يعني ممكن العلف اللي بستعمله ما يكونش موجود في المنطقة اللي انتم فيه. اي نوع علف موجود في المنطقة اللي انتم فيه بس يكون كويس استعمليه. مع ده النوع اللي هو الرضيق. عشان النوع الرضيق ده يا جماعة ممكن يجيب سموم للفرخ ومن خليش الفرخ يكبر معك ولا حاج ميزيد معاك. فانت او اي نوع علف كويس نضيف. انت بتفضلي بيجيب معاك نوع يعني نتيجة كويسة استعمليه من بداية الدورة لاخر الدورة. احنا بس بنغير العلف ايه امتى? من بعد النامي ومن نامي الناهي. دي بس اللي احنا بنغيره. بس هو النوع واحد هو. دي بس عشان يعني لو في ناس جديدة ولا حاجة بتشوفنا لسه الاول مرة. فانا يا جماعة بعمل التم والبصل اللمون النهاردة ليه? زي ما قلت لكم. انا عندما باجي اغير العلف من آآ من نوع يعني من بعد اللي نامي بفضل اعمل تلات ايام متواصلين بفروم تم ولمون. ليه? لان التم والبصل واللمون ده يا جماعة ده مضاد سموم لوحده. نفس الوقت مضاد حاوي. بدل ما تشتري مضاد سموم من عند البطري لان يعني عندما تجي تغير العلف بنجيب طبعا مضاد سموم. كوي ناس ما بتجيبش. ولو فراخة ماشية كويسة ما تجيبش. بس الافضل لك ان انت عندما تجي تغير العلف تعملي بصل وتم واللمون لان زي ما قلت لكم تم والبصل واللمون ده مضاد سموم لوحد. بتعملي لمدة تلات ايام وبتدي الفرخ ياكل والمية بتفطهله على المية اللي هي بتبقى بتاعة البصل يا بتاعة الفرم. دي بتحطيه على المية الشكل بتاعتهم. انما الخلشنة بتقلبها في العلف. زي ما نهاعمل قدامكم كده يا جماعة. ده حاجة مهمة جدا لازم كلكم تعملوها وتمشي عليه. ده مضاد سموم طبيعي. آآ مش هيكلفك. ويبقى كويس كبان للفرخ في نفس الوقت. آآ مضاد ده حي وطبيعي. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه بالزبط. وهي يا جماعة. دية المية دي المية اللي انا هحطها في قلب السقاية. قصفها طبعا. دي المية اللي انا هحطها في قلب السقاية. وده الخشنة اللي انا هقلبها على العلف قدام كل وقت. اقول لك هامل ايه. طبعا انا قلت لكم مش هاخد الكمية ده كلتها. انا هاخد نصها للفرخ استاسو. وللبط برضى عندي. هعمل نفس الشاء. وهاخد نصها للفرخ اللي انا قدامك دية. اهو يا جماعة. لو انتم لاحظين الطامة ها. يمكن الحاجات دي انا افرماها. يعني عاملها على المفرمة. لو انتم مش حابين عشان متعملش معكم مايا كتير ممكن تعملها على مفرمة. زي ما انا ما عملت كده. اه. الريحة ديت طبعا العصر على نمون وبشرة طوم والبصل والحاجات ده كلتها. الريحة دي الوحدة بتخلي الفرخ اللي حتى مش جعل بيوك. حب ريحة البصل وحب ريحة الطوم. طبعا المضاد سموم لو انت بتجيبه عند البطرين هتجي تشم ريحة اطلقه كله طوم. كله طوم. ريحة ريحة الطوم بالزبط. فاحنا الاحسن بنعمله على قدنا طبيعي في قلب البيت. اهو يا جماعة. فرقناه كلته في قلب العلف اهو. حتى الفرخ لما بتلاقي حتا خشنة ولا حاجة بتاكلها. بيفضلوا يجروا وراها كده يعني بيفقوا فرحانا. هنحطي الفرخ بقى. بتلاقي حتا خشنة. عمله. موسيقى اه المية يا جماعة بتاعة الفراخ باغض العسرة اللي انتم شايفينها دي كده اهي صرفتها على المية الشرب بتاعة الفراخ زي ما انتم شايفينها كده. اه انتم شايفينها يا جماعة بسم الله ما شاء الله الفراخ كلتها ملمومة على العلب. اه يمكن بالاكتر ان هي ملمومة على ريحة التم والبصل واللمون. ما شاء الله دي الوحيدة بتخلي الفرخ يأكل لما يقول بس. اه يلا جماعة بقى تعالى اموركم. اه دوال كوكسيديا. اللي انتم كلكم طلبتوا مني اورهولكم. اه طبعا انتم كلكم قلتوا دوال كوكسيديا دوت اسمه اه اه او البرع شكلها اه? الاسم بتاعها يا جماعة? اهو اسمه لو انتم حابين تجيبوا ولا حاجة اهو قدامكم اهو. اه. ده بقى ببقى اه تلاتة سنت على ريتل مي لمدة خمسة ايام. كل حاجة مكتوب قدامكم اهي. 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 اهي يا جماعة الاسمه هوت عشان بس يعني فيه ناس كتير اه سألت على الاسم. اه. يوكس. اه طبعا هو ببقى تقيل شوية. يعني ببقى اصفر تقيل شوية. زي ما قلت لكم تلاتة سنت على ريتل مية بتحط منه لمدة خمسة ايام. دوت لو الفرخ اللي عنده كوكسيديا. ما عندوش برضو بنجيبها جرع وقائية بنحطها للفرخ. يعني دي بسم الله ما شاء الله بتحمي الفرخ ما بتخليهش يجي له كوكسيديا ولا الحاجات دي كلاتة. لان عند الفرخ لو دخل في مرحلة كوكسيديا دي من كل قدر الله تخلي الفرخ يموت منك. يعني لو جي في المرحلة اللي ببقى فيها عامل زي ما يكون دم كده في قلب البراز بتاع الفرخ. ده يعني بتبقى مرحلة خاطرة على الفرخ. انما احنا يعني لله الحمد بنلحق الفرخ يعني قبل ما يحصل له او يدخل في المرحلة دي. ان احنا بنجيب له حاجة زي دي. في حاجة كمان اللي احنا برضو بنستعمل على طول التوم والبصل واللمون ده برضو حلو من ضد ضحايا ولين فرخ كويس. الناس اللي هي بتشتكي من البراز لاغدر يا جماعة بقول لكم برضو توم وبصل لامون ده كويس جدا للفرخ. اه توم والبصل واللمون موداش البراز لاغدر. اه بنضطر بقى ان احنا نجيب اه? اللاجنة عند البطري وانا برضو هقول لكم على اسم. طبعا يا جماعة فيه اه وعية تانية للفراخ يا عشان ما حدش يقول ده الوعية دي مش مكافية ولا حاجة. فيها علافة تانية ان شاء الله انا هامله وحطها جرهم من اكه المكان بتاعه هناك هوات. بس عشان ما حدش يقول لا ده هو باسم الله ما شاء الله بدأ يخلص نفس العلاف هوات قدامكم. يعني باسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم يا جماعة لو انتم مشيتوا على على الوصفة اللي انا بقول لكم على دي. دي ما شاء الله كويسة جدا للفرق ومش هتخلي الفرق يبرد معاك. عشان الناس اللي هي بتشتكي من البرز لغدر العنان اللي هي بتبقى اه حمراء ومدمع دوت برضو ببقى اه يعني من ديء المكان والجوحر. فانا بقول لهم برضو وسعوا المكان وبردو فروموتوم وبصل ولمون ده كويس جدا للظروف اللي زي دي. اه انا كنت قلت لكم يا جماعة على الدواء على الاسهال اللي اخدر. انا كنت يمكن عملت حلقة لما انا قلت لكم الفرق كان تعبت منه ومش عارف اوقات هتمود. يمكن انتم انا هجبروك الاسم بازن الله لان في الناس سألت كتير او انا هكتبها لكم ان شاء الله في التعليقات. الدواء ده جميل جدا يا جماعة وبيودي الحاجات دي كلاته. الدواء اللي انا حطيتها يا جماعة يعني لو انت حابين تعرفوا اسمه دلوقتي هو اسمه اه توربوموكس واموكسلين. اه توربوموكس يا جماعة ده بتحط بالنهار واموكسل وكلستين ده بتحط بالليل. يعني ده اتنشر ساعة وده اتنشر ساعة. ده كويس جدا يا جماعة. يمكن ده جاب نتيجة كويسة جدا معي للفراخ لما قلت لكم كانت هتموت. ولما قلت لكم انا الظروف يعني كانت حكمت. والحمد لله لما انا حطيت منه ده يمكن اللي نهض الموضوع في يومي. في يعني ده ده كويس جدا انا بفضله. ده كان الفيديو بتاعنا النهار ده يا جماعة. يارب يكون عجبكم. يارب يكون استفادتم منه لو بمعلومة بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.